وللاستزادة أكثر عن آفة العنف والجريمة التي استباحت كل شيء وكل شخص في مجتمعنا العربي تنضم إلينا في بيت حي مباشرة من حيفا وصال رعد مركزة تغيير السياسات في مجال مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي في جمعية سيكوي أفق مساء الخير أخت وصال مساء الخير إلى كل جميع المشاهدين في البداية عرفين أكثر على هذه الوظيفة مركزة السياسات بمجال مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي عمليا جمعية سيكوي أفق فيها قسم من قلو تغيير السياسات أو سياسات متساوية وهذا القسم يعمل بهدف أن يتواصل يعمل مرافع عمليا أمام مكاتب حكومة أمام صناع القرار من أجل التأثير على القرارات والسياسات التي تدخذها الحكومة وبما أنه موضوع الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي بتصل بشكل مباشر مع السياسات في الدولة ومع مجالات عديدة فإحنا بنعمل عمليا على تغيير عدة مجالات التي ترتبط ارتباط وثيق بموضوع الجريمة والعنف مثلا كموضوع التربية، التعليم، البناء، المسكن، التخطيط، التشغيل أو الاقتصاد كل هذه الأمور تتعلق بالعنف وعمليا إذا تغيرنا السياسات التي تتعلق بهذه المجالات وطورناها وحلنا فيها عدة مشاكل وعدة تحديات فإحنا نؤثر عمليا على موضوع الجريمة والعنف بشكل أنه من حد من هذه الظاهرة في مجتمعنا العربي اختوصال كيف تكرئينا صورة الوضع اليوم أعمال قتل بلا توقف خلال يومين وتحديدا يوم الخميس والجمعة كتل أربعة شباب أبناء عم من الناصرة بجريمة مزدوجة إلى جانب قتل شابين آخرين أحدهم من النحف وآخر كتل في كفر قرأ وهو من النقب نعم يعني أعمال العنف للأسف مستمرة في مجتمعنا العربي وهايا مش يعني مش إشي هيك من فراغ بيجي هيا جاي من تقصير في عمل الشرطة الشرطة ما عم بتقوم بواجبها لأكمل وجه بالمجتمع العربي هي بحاجة لأنها تفك الغاز جرائم عديدي بحاجة لأنه يكون في لوائح اتهام تقديم لوائح اتهام ضد مجرمين كمان بحاجة لإداني بحاجة لعقوبة معاقبة كل مجرم قام بعملية إجرام أو عنف وما إلى ذلك لما ما في عمليان الشرطة ما بتعمل بعملها على أكمل وجه رح يكون في عنا إحنا كمجتمع أولا مش رح نآمن بعمل الشرطة بالإضافة لهيك رح تستمر عمل العنف الجريمي في المجتمع ومش بس هيك بحب أقول إنه عمل الشرطة لحاله ما بيكفي مفروض يكون فيه هناك عمل للدولي وأخذ مسئولية من قبل الحكومة بينها تعالج كثير قضايا في مجتمعنا واللي هي قضايا حارقة وأنا ذكرت قبل شوي إنه فيه أمور اللي هي عمليان بتأثر على العنف والجريمي في مجتمعنا العربي مثل التربية، التعليم، مثل البناء، التخطيط، الإسكان، التوظيف، الإقتصاد كل هاي الأشياء عمليان بتأثر على الجريمي والعنف في مجتمعنا العربي كمان موضوع اللي هو موضوع مشكنتاء القروض من البنوك بما أنه مجتمعنا العربي ما بيأخذ الناس ما بتحصل كثير على مشكنتها فعمليا هي بتلجأ للسوق السوداء اللي بتديرها منظمات إجرام وهيك هي ممكن تنخرط بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمال عنف وبقضايا إجرام فالدولي والحكومة مفروض تأخذ مسئولية على كل هاي الأمور وهيك لتحد من الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي أختوصان لماذا نلمس في الأسبوع الأخير تصاعدا في جرام القتل وعمال إطلاق النار والعنف مع أنه كثيرون شعروا بأنه تحسن على صورة الوضع بشكل عام يعني أنا ما بعرف أنه قديش عن جد إحنا لمسنا هاي الهبوط في الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي يعني الشرطة أول إشي أعلنت ونشرت عن معطيات أنه في هناك هبوط بـ 30% من حالات العنف والجريمة في مجتمعنا العربي ولكن الشعور العام إحنا كمواطنين فلسطينيين في الداخل ما كان في عندنا هاي الشعور يعني إحنا كل يوم كنا نسمع إطلاق نار أعمال عنف إجرام فأنا ما بعرف يعني أي آليات اتخذت الشرطة بإنها تفحص وتقيم عمليا الهبوط اللي كان في الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي أريدنا أن تحدث أيضا عن خطة الحكومة لمكافحة الإجرام إلى أي مدى هذه الحملة تؤتي الثمار المرجوة ما مدى نجاحها أو عدم نجاحها برأيك يعني إحنا ما فينا نقيم عمليا في فترة زمنية قصيرة عدم نجاح أو نجاح وهي اللي برجع بحكي أن الشرطة أنا ما بعرف أي آليات اعتمدت على أنها تقيم طبعا هي بتوعز الهبوط اللي كان في العنف والجريمة في مجتمع العربي للمسار الآمن مسلول بتوح ولكن كمان دور فيه هناك عدم منطق إنها تقوم بالتقييم هاي الخطة أو هاي البرنامج في مدى زمنية اللي هي قصيرة جدا كمان يعني هاي الخطة الخطة 549 اللي انحطت لها مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي إحنا ما بنقدر نقيمها في فترة زمنية قصيرة إحنا بحاجة لوقت أطول نفحص عدة أشياء وكمان إحنا كمان لازم نكون مطلعين على أي آليات اتخذت الشرطة إنها تفحص هاي الهبوط اللي كان بالجريمة والعنف في مجتمعنا العربي وكمان نفس الشيء بالنسبة للخطة الحكومية لمكافحة الجريمة والعنف لازم كمان نفحص مع بعض كيف إحنا ممكن نقيم هاي الخطة نجاعتها ونجاحها أو عدمه اختصال يعني إحدى الظواهر المكلقة والخطيرة ونحن نتحدث عن الإجرام هي ظاهرة قتل أطفال طلاب مدارس يعني وهو أمر له تبعات كثيرة جدا على الطلاب أنفسهم وعلى مجتمعنا برمته إلى أي مدى يتم تسليط الضوء على هذه الظاهرة المقيتة يعني قتل طفل أو قتل إمرأة أو قتل أي إنسان هو أمر صعب وأمر يجب أنه نعالجه ويجب أن نسلط الضوء عليه طبعا نحن نحس بشعور أصعب لما نسمع عن طفل قتل وبالفعل لازم يكون هناك خطوات تتخذها المدارس لما فيه طالب مدرسي يقتل كيف عمليا المدارس هاي تحكي عن الموضوع الكادر المهني بالمدارس كيف يحكي وكيف يواجه هاي الموضوع كيف يحاولوا يسمعوا الطلاب يمتصوا غضبهن يسمعوا شو هني شاعرين منهن ويوعوهن عمليا لازم يكون في عنا خطط في المدارس لمكافحة العنف والجريمة بدي أنوه أنه فيه خطط معينة ولكن مش كل مدرسة بتتبنى هاي الخطط وفيه كمان تحديات في تبني خطط معينة من ناحية ميزانيات من ناحية وقت من ناحية موارد في المدارس فبفكر أنه عمليا نعم قتل الأطفال هو أمر جدا صعب ويجب على المدارس على القيادات وعلى الأهل أنه يعرفوا يتعاملوا مع هاي الأمور ويعرفوا يوعوا أولاد هنا ويعرفوا يوعوا الأطفال وعنجد نعرف جميعا كيف نتعامل مع هاي الظاهرة بالفعل أنا هذا الموضوع كنت سأطرحه إليك في سؤال هو كالتالي كيف يمكن برأيك مواجهة الإجرام ما هو الدور المطلوب من الأهالي الأباء الأمهات رؤساء السلطات المحلية أعضاء كنيست وأنت تعملين مركزة لتغيير السياسات في جمعية كوي أفق يعني أول أنا كما ذكرت المسئولية هي مسئولية الشرطة مسئولية الحكومة مسئولية الدولة ولكن أنا ما بقول أنه إحنا كمجتمع ما تقع علينا مسئولية معينة يعني أنا اليوم كوصال كناشطة بالحراك الشفاع عمري بفكر أنه في لازم يكون حل اللي هو أكثر مجتمعي جماهيري لازم نتحت كلياتنا أباء أمهات معلمين في المدارس مدراء نشطاء القيادة كل حدا بالمجتمع لازم يعمل على أنه نفكر سويا يعني فكر أنه لازم يكون في عنا مقترح وخطة اللي منبثقة يعني من مجتمعنا خطة اللي هي إحنا نقوم ببناءها معا بالتفكير لوضع عمليا خطة اللي هي شاملة كاملة لكيف إحنا ممكن نحد من هاي الظاهرة في مجتمعنا العربي شكرا لك أخت وصال رعد من جمعية سيكوي أفق تحدثت إلينا مباشرة من حيفا شكرا لك شكرا لكم